طيب إما إنا دخلنا في الولادة هنكمل في القصة دي هل أنت حابب أنهم يلعبوا رياضة المستوى معين ولا أنت حابب أنها تبقى أسلوب في حياتهم لا أنا نفسي أبقى أسلوب في حياتهم أخترت رياضة حلوة قوي أخترت رياضة حلوة جدا بصي أنا نفسي طول عمر أن عيالي يبقوا رياضيين مش لازم يكونوا زيك صعبة مش لازم يكونوا زيين يعني هو موضوع يعني أن المرحلة بتاعتك ما ستوصلت ببطلة أفريقيا وبطلة العرب والحاجات دي تتانس بالذات محتاج ألف لا وعايزة إسرار وقوة كبيرة جدا بس أنا عايزة يبقى عندها هي في نمط حياتها وهي كده لما تجبر أن كل يوم فيه أو كل في الأسبوع اللي عندها تتربعة يوم تتلعب رياضة أنا محب دايما اهتمام بالجسم عمدا لازم يعني أنا محبش الناس سايبين نفسهم خصويا بناتي يعني سايبين نفسهم ما يبقوش حياتهم كده هلهلي كده اللي هو بيشتغله على طوله خلاص لا لازم يبقى واخب باله من نفسه ده بعض جزء من شغله أكيد في أي شغل أنت محتاجي يبقى شكلك كويس شكلك مهند ونوع من أنواع الالتزام يعني هو اللي بيعلمه لنا وحياتك الصحية تبقى كويس يعني أنا أشوف ناس أرانيا معايا ممكن أدي في السن ومسلا ما شوفش بقى كتير وفجأة أشوفهم مثلا حسيت أنه هو مثلا أكبر مني بكتير عشان هو سايب نفسه وما بيلعبش رياضة خالص فرياضة مهمة جدا جدا فعشان كده من مهمة صغرين يعني عائلة الاثنين الصغرين كمان يعني تروح التمرين عيات كل يوم عشان نروح التمرين لا بس بتصر ولا بتحيل لا بصر بالعافية لازم تروح وبتشرح لهم عشان لازم تتعود وهي صغيرة اللي تتعود عليه وهي صغيرة هتفضل معها وهي كدير لو هي فضلت ما تروحش التمرين وبتاح يبقى عمرها وهي كبير عندها جمدها من شطوره خالص فلازم أحاول يعني من دلوقتي أنه أخلي دايما نمط حياتهم في اللايف سايب بتاعهم اللي بقى فيه رياضة يعني